اشتركوا في القناة المؤسسات والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان حجم التقدم والإنجازات المحققة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي اليوم العربي لحقوق الإنسان يوم تستذكر فيه مملكة البحرين حجم التقدم والإنجازات المحققة لها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي في هذا المجال والذي تجسدت من خلاله أصالة المبادئ الحقوقية في هوية وثقافة المجتمع البحريني وهو من عكس واقعا ملموسا في مختلف المؤسسات الحقوقية في المملكة توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أعطت للمؤسسات التشريعية والحقوقية والرقابية دورها الفاعل منذ الإجماع الوطني المشهود على تدشين ميثاق العمل الوطني وترسيخ دولة المؤسسات والقانون والعدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهذا هو النهج والمسار الذي حققت من خلاله الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منجزات شاهدة على مدى الرقي والتقدم الحضري والإنساني في مملكة البحرين الإنسان البحريني وفي العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بات ينعم بأجواء متكاملة ومنظمة للإطار الحقوقي بشكل عام أبرزها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابات العامة وهو ما يحاكي روح الدستور والمواثق الدولية المنضمة إليها المملكة ومنها صقوق حقوق الإنسان حتى بات واقعا ملموسا تتفاخر به مملكة البحرين أمام العالم لما حققته من تقدم وتطور واسع في هذا المجال دعم كبير واهتمام أكبر قدمته مملكة البحرين للجهود الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بدءا من مختلف المنظمات الحقوقية الأممية المعنية بمجالات حقوق الإنسان مرورا باللجان والفعاليات الحقوقية الدولية وصولا إلى الآليات الحقوقية المنضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية ممثلة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيرها من المبادرات الرائدة أهمها دعوة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر